انا مش قادر يا يوسف بصراحة ورق عينة بالكوارع في رمضان في رمضان مش ممكن مش ممكن يوسف بيعمل عمال غريبة في رمضان يلا كل سنة ومتطيبين وكل عام وانتم بخير عايز قبل ما نبدأ نتكلم في الفقرات بتاعتنا النهاردة كنت بعمل عملية إصلاحات وترتيبات وصيانات في العربية وبعدين بعد ما خلصت الحاجات دي قلت لا بقى كده خلاص ما بيديهاش احنا الواحد يتسلي صيامه واطلع ايه اغسل للعربية فها خدتها طبعا استشارت مستشاري العظيم صديقي وزميلنا العزيز سعد عطية المصري اسم على مسمى سعد المصري اسمه جميل انا حب اسمه اوي المهم فعمل سعد قال لي بقى بص العربية تتغسل في محطة مش عارف ايه اللي في المريوطية رحت العربية دي اتغسل اتغسلة انا في حياتي ما شفت حد بيغسل بالضمير ده تحديدا عم ممدوح عم ممدوح ده حكاية لان انا عدت بقى ايه ادردش معاك ده في السريع عم ممدوح مسك عمارة على رأيه قال لي هبقى مسك عمارة في ناحية فيصل قلت له قال لي بواب يعني قلت له حلو جميل قال لي اصلا انا بقى ايه قلت له طب وبعدين انت زي بتوفق الشغل يعني عم ممدوح قال لي بص يا باشا انا اصحى الصبح بدري انا بحكي لك القصة دي عشان هقولك العبرة في النهاية قال لي انا بصحى الصبح بدري جدا عم ممدوح بيصحى في رمضان في رمضان الساعة ستة ونص سبعة ينظف العمارة ويغسل السلالم ويزبطها ويروق عليها تبقى لتعبيره ويزبط العربيات بتاعت السكان وتتلمع وتتنظف وتبقى كريستالة بعد كده ياخد بعضه ويروح على محطة البنزين اللي في المريوطين يبدأ يشتغل فيه غسل العربيات بضمير فائق في حياتي ما شفت حد بيغسل عربية كده والله العظيم حلم وراجل طيب ودم وخفيف ومش كسير الكلام يعني أنا اللي بنكشه علشان نتكلم وبعدين ياخد بعضه يفضل قاعد بيشتغل كده ويفطر فيه محطة البنزين ويفضل قاعد شغال حد حوالي الساعة تمانية تمانية ونص وبعدين يرجع بيته تاني بالعجلة يعني ما يمتلكه من حطام الدنيا بالعجلة يسوق العجلة بتاعته لحد العمارة طيب وساب العمارة في عهدة الست بتاعته في عهدة مراته الرزق يحب الخفية يا باشا عم الممدوح بيشتغل عمليا فوق الخمستاشر ساعة متواصل يعني لو الدنيا شمس عم الممدوح شغال الدنيا برد عم الممدوح شغال انت بتاخد اجازة بس عم الممدوح شغال انت بتعيد وعم الممدوح شغال انت عارف لو كل المصريين بيشتغلوا زي عم الممدوح احنا نبقى فين لو احنا كلنا بنشتغل ثمان ساعات مش هقولك الخمستاشر ساعة بتوع عم الممدوح عم الممدوح في الصيام في غير صيام شغلته مجهدة وإحنا عندنا ناس بتكسل تعود على المكاتب بيكسل يعود على الكرسي وقدامه المكتب والتكييف شغال ده كفاءة اللي بتسامة الحلوة بتاعة عم الممدوح وملغياته ملغيات ولاد البلد بيقعد يهزر مع الناس ويتكلم ودمه خفيف وطيب وأمير الأمر حتة سكر أنا بتكلم بجد حقيقي يعني وقلت له عم الممدوح احنا عايزك تتفرج النهاردة على البرنامج قال لي انت اللي بتطلع في القناة القول قلت له ايه قال لي تقطع انت هتطلع النهاردة قال لي ازاي قلت له اعتبرها مفاجأة عايزك تقعد النهاردة الساعة تسعة ونص علشان تشوف أنا هقول عنك ايه عم الممدوح أنا عجبني جدا عجبني جدا عم الممدوح مش قاعد على مكتب بيرازي في خلق الله عم الممدوح بيشتغل شغلانة صعبة بيدرعاته يسوق العجلة رايح ويسوق العجلة جاي ويصحى كل يوم من ستة ونص الصبح عشان يشتغل ويأكل عيش بالحلال ويأكل عياله حلال لو كلنا عندنا انتاجية عم الممدوح ده احنا نبقى الاقتصاد رقم واحد على مستوى العالم ده بجد مش زار ربنا يديك الصحة عم الممدوح ويارتنا كلنا نقدر نتعى بتاعبك ده حقيقي يعني يارب يكرم ويارب يرزق من حيث لا يحدث طيب